مصطفى شبير مصطفى شبير بعض الناس تقولك انتو بتبلغوا يا جماعة اوف مصطفى شبير الكلام حلو كتير عليه وقعدين كل الناس يعني كل الناس تتكلم عن مصطفى شبير كويس وبالمناسبة يعني انا في رائعة النهاردة لما شفت حتى على اكس تتكلم داخل كاتب حاجة عن مصطفى شبير اه في ناس طبيعي حد يخش قولها اه يا عاملت له كده عشان الكابتل احمد شبير فيه اولاي لين بس فيه شفت كمان زمالكوية وشفت ناس مش بتشجع الاهلي بتكلم عن مصطفى شبير كويس ويقوله ان هو حارس جيد احترمت جدا هذا الاسلوب فكرة تقييم الحارس بشكل عام مش هو ايه بيلعب فين او ابن مين مصطفى شبير لو كتب للنادي الاهلي الفوز بالبطولة دي فانا بالنسبة لي مصطفى شبير هو رجل رجل الثانية عشر لنادي الاهلي هو رجل البطولة بلا ادنى شك وبلا اي خلاف انا كان تخوفي على مصطفى شبير بعد اصابة محمد الشناوي ودخول الاهلي في بطولة افريقيا على مستوى الضغط العصبي والنفسي والمطالبات الكتير لمصطفى شبير ومقارنته دايما زي ما انت قلت بكابتن احمد شبير ان هو ممكن يتأثر بدا مصطفى شبير في ملاعب صعبة جدا جدا الاهلي راحة انا كنت منتظر ان لعبت الاهلي اللي هتشيل مصطفى شبير اللعبة الاهلي اللي هتخلي ان الكرة ما تروحش على مصطفى شبير كتير فما يخلوش تحت التهديد كتير ففي النهاية مصطفى شبير في ست مباريات بيطلع فيهم كلهم كلين شيت هو الحارس الوحيد في دورة ابطالة افريقيا المسلم الحال اللي عمل ده في خمس مطشات منهم هو التقييم الاعلى ما بين لعيب النادي الاهلي في المباراة دي في مطشين منهم مصطفى شبير هو اللي انقذ الاهلي من هزيمة محققة كان ممكن الاهلي يقع فيها لولا تقلق مصطفى شبير فمصطفى شبير مش الحارس اللي اللعبة ساعدته فبدأ ينضج مصطفى شبير هو اللي انقذ الاهلي وانقذ لعبة الاهلي وفي رأيي هو سبب من اسباب وجود النادي الاهلي لحد دلوقتي في البطولة وده اللي بيخليني ان الاهلي لو كتب لي البطولة مصطفى شبير هو رجل البطولة انا النقطة المميزة جدا جدا في مصطفى شبير طبعا الناحية الفنية هو بيزبط ده داخل أرضية الملعب وتصدياته بالنسبة لي أهميتها في النهاية محورية في تفاصيل الماتش نفسه النهاردة الأهلي مصطفى شبير بيونقز هدف محقق قبل صفرة نهاية الشوت الأول بالزبط الجندة لو كان داخل مرمى الأهلي الماتش كله كانت غير شكل الماتش كله بالضغط الجماهيري بتاع جماهير مازين بيه باللعابة النادي الأهلي شكل كله كانت غير التفاصيل وأوقات التصديات اللي بيقوم بيها مصطفى شبير هي المحورية بالنسبة لي وسبب وجود النادي الأهلي لحد دلوقتي مصطفى شبير هو أكتر حارس في البطولة لحد دلوقتي عمل تصديات في دور أبطال أفريقيا بالكامل 27 تصدي منهم 16 تصدي من داخل منطقة الجزاء وهو الأعلى في دور أبطال أفريقيا مصطفى شبير أعلى لاعب في دور أبطال أفريقيا واخد تقييم الأعلى أو رجل المباراة حسب صوفة سكور 5 ماتشاط من الماتشاط اللي خضى من الستة مصطفى شبير مش مجرد أنه حارس منقول أنه حارس ولد الكبيرا لا هو مصطفى شبير هو رجل الأهلي في البطولة مصطفى شبير سبب رئيسي في وصول الأهلي في المنطقة d بالمناسبة للأرقام اللي انت بتقولها دي والأرقام السبت دي تخلي مصطفى شوبير له ولعب لحد النهائي إن شاء الله الأهل يأخذ البطولة طبيعي جدا أن مصطفى شوبير يبقى أفضل لعب في هذه البطولة يأخذ جايزة أفضل لعب في هذه البطولة ببساطة شديدة جدا وممكن نلاقيه كمان مش بعيد نلاقيه بينافس على جايزة أفضل حارس في أفريقيا الراجل بيلعب داخل الكرة أنه الراجل بيلعب البطولة فعلا هو سبب وصول الأهل اللي احنا موجود فيه فبالتالي مصطفى شوبير أنا المميز جدا جدا في مصطفى شوبير تحمله للضغط أنه سادد وإذنه خالص قادر يرد على كل فيه الملعب فيه ناس بتستنى لمصطفى شوبير أي غلطة أو أي حارس في العالم بيغلط أي مطش أو أي غلطة أو أي هفر مصطفى شوبير بيبقى فيه هجوم حد جدا جدا على مصطفى شوبير أنا عاجبني فيه هدوء النفس جدا جدا وتعامله مع دوان أنه هو بشكل إيجابي وبيطلع منه أفضل وأفضل في كل مباراة والأهم بالنسبة لي أنه بدأ يتحول التصديات الكبيرة اللي بيعملها دي أن التصديات الكبيرة اللي بيعملها أنه هو بيقوم منها أنه تمام تمام مش حاجة عظيمة